السلام عليكم نتمنى بخير وعلى خير وكامل الصحة والعافية اليوم سوف نجد مع بعضياتنا سينمون رولز نتمنى تجربوهم ويلا ندوزوا المقادر في واحد لوبول 500 جرام دقيق الابيض ونضيف حفيرة في الواسط ونضيف معلقة كبيرة معلقة كبيرة حليب مجفف الملحة الروح السكر سنضيف معلقة كبيرة من الخامير جوج بيضات ومئتين ميليليلتر الحليب بدافي اي ما يعادي لوحد الكاس كاس وربعة سنخلط هذه المكونات نضيف جوج معلقة كبيرة ونضيف جوج معلقة كبيرة ونضيف الزبدة تكون في درجة حرارة المطبخ سوف نجمعها مزيان وانا كنجمع وانا كنجمع رغم ممتون هذه العملة يلي كندير رهد ليك تدخل الزبدة وكتدلك العجين في نفس الوقت تدخل الزبدة تدخل الزبدة تدخل الزبدة تدخل الزبدة تدخل الزبدة تدخل الزبدة ونضيف حتى يتضعف حجم والتدج تدخل الزبدة ونضيف حتى اضافة به المساعدة ترشون الطحين لفوق البلونتخافي المساعدة سوف نشكلها على شكل مستطيل كبير المساعدة سوف نشكلها على شكل مستطيل المساعدة سوف نشكلها على شكل مستطيل سوف نشكلها على شكل مستطيل خلفي او خطي و المساعدة سوف نشكلها على شكل مستطيل للمساعدة ترشون الطحرين سوف نشكل قمت بتحصيل حيوها هنا كيف تشوفوا الطريقة راه واضحة في الفيديو ومن بعد ما شكلتم حاولت كيف تشوفوا الطريقة مستطيل مول مستطيل كيف تشوفوا الطريقة 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 مستطيل وبطريقة مزق كيف تشوفوا من بعد ما تخلطت ليديك السلسة مزيان وشوفوا كيف ولا القوام ديالها سوف نزين بها السينامون مرولز ديالنا لها تشكل ممكن تحيدوه من طواع عادة زينو بيه ولكن انا غدي نخلي فيها ونزين حتى نكمل زين ديالها كامل اخذت سوس كراميل انا عندي جاهزة ممكن تديرو حتى سوس شوكولاكت جدا هي زوينة ولكن انا ما عنديش عندي غير سوس كراميل اكتفيت بها وهذا هو الشكل النهائي ديال السينامون مرولز ديالنا كي يجي رائع وارطب ومفشفش وللأسف ما قطعتوش لان كانوا الضياف يلا نطلقوا في فيديو جديد بحول الله